اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاورما اللحمة المقادير اشتركوا في القناة 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 نستخدم القدر الفخارية القديمة لطهي الشاورما نقوم بتشريح اللحمة إلى شرائط لتطرية اللحمة نقوم بتقطيعها بزاوية منحرفة عكس اتجاه نسيج اللحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف ثلاث ملاعق طاولة من الخل وزيت الزيتون مضيف ثلاثة نجمات من اليانسون النجمة حيث نقوم بتكسيرها باليد نضيف أربع ملاعق طاولة من بهارات الشاورمة نضيف الملح الآن مع كل هذه المكونات سنقوم بخلط اللحم جيدا نضيف نصف كوب ماء نقوم بلف الوعاء بورق القصدير قبل تغطيته ثم نضغط الوعاء الفخاري نقوم بطهيها بالفرن على درجة حرارة متوسطة منخفضة الحرارة والوقت تعتمد نوع اللحم وطبيعة الفرن أول عشر دقائق ساخر متوسط على مئتين مأوي ثم بعد ذلك على مئة وثمانين حتى تنضج اللحم تصبح طرية نقدم طبق الشاورمة مزينا بحب الرمع نقوم بقلي حفنة من الصنوبر بزيت الذرة وعلى نار متوسطة هادئة نقوم بقلي حتى يشقر قليلا ثم يرفع من الزيت فورا نقوم بقلي حفظة نقوم بقلي حفظة نقوم بقلي حفظة نقوم بسون بارسلي سيسامي ساس قريبا سلسطة الطحيني والبقدونس الباردة تقدم مع البطاطا المشوي والخضر شكرا للمتابعة ارجو من اعزائي المشاهدين الاشتراك بالقناة والاعجاب والمشاركة نقوم بقلي حفظة ارجو من قناة أشدار شكرا للمشاهدين الاجاب دون تلك المزيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ارجو من جلسة ترجمة نانسي قنقر ارجو من قناة ابتدار تعالي ودعينا واحد